اكتساب أصحاب الأفكار الريادية الخبرة والمهارات الكفيلة في إنجاح مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة يعد أنموذجا ناجحا يساعد الشباب في اختيار المسارات الحياتية والعملية لاختناص الفرص وتجاوز أي تحديات هو ما وفره مركز الأعمال لهذه الفئة تفاصيل أوفا في هذا التقرير قصص نجاح لمشاريع ريادية لعدد من الشباب الأردنية تخطوا فيها كل التخديات والعقبات حتى أبصرت مشاريعهم النور فكان لهذه المشاريع التي عرضت أمام رئيس الوزراء ووزير الأعمال خلال زيارتهما لمركز تطوير الأعمال الدور البارز في تحقيق التنمية في مجتمعاتهم المحلية صاحب مشروع سولار فيازو كلين سولار فيازو كلين هي تكنولوجيا لتنظيف الألواح الشمسية بالمناطق الصحراوية بدون استعمال المياه اليوم كان لقاءنا مع دولة رئيس الوزراء مشكور بخصوص تشجيع وتحفيز ريادة الأعمال مميز بشروعنا هو قهوة البلوت طبعا تم استثمار قهوة البلوت الشجرة الحرجية المعروفة عندنا بالأردن لإنتاج القهوة وهذه طبعا قهوة خالية كفاين مفيدة للكبار السن وللأطفال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أكد على ضرورة استمرارية هذه المشاريع التي تزيد من فرص تحسين مستوى دخل أصحابها وتساعد في تنمية المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل نحن لدينا برنامج للتشغيل الذاتي وبالتالي إذا كان هناك حاجة لدعم مالي محدد واضح تؤيد المركز على أساس أنه يؤدي إلى نجاح الحكومة ستسير بهذا الاتجاه نجاح تلك المشاريع جاء بفضل إصرار القائمين عليها على تخطي كافة التحديات والصعابة إضافة إلى دور مركز تطوير الأعمال الذي وفر التدريب لهؤلاء الشباب هناك عدد من البرامج عنا مثلا برنامج سند عم من طبقه بتعاون مع الحكومة ووزارة التربية والتعليم يعتبر من أكبر البرامج للتدريب المهني داخل وزارة التربية والتعليم خاصة بمدارس التدريب المهني وعماله بشكل نقل نوعية كبيرة جدا للشباب لانخراطهم بسوق العمل ودخولهم إلى سوق العمل النجاح وإن كان طريقه ليس باليسير فإنه سيتحقق بفضل الإصرار والتحدي إنما يقول هؤلاء الشباب إن الأهم هو مواصلة الدعم لمشاريعهم لضمان استمراريتها لتحقيق الفائدة المرجوة منها رعد بن طريف رؤية